اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك أن يكون لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك افتح علينا فتوح العارفين بك وافتح علينا من خزائن فضلك ورحمتك ما تثبت به الإيمان في قلوبنا اللهم نور وجوهنا يوم نلقاك اللهم اصقنا من يد نبيك شربة هنيئة مريئة لا نضمأ بعدها أبدا اللهم أدخلنا الجنة من غير حساب ولا سابقة عقاب ولا عتاب اللهم آمين اشتركوا في القناة نتوقف اليوم مع العالم الموسوعي مبتكر علم الاجتماع ومؤسس علم الاجتماع الذي اتبعه كبار علماء الغرب وهو حامل لواء المذهب المالكي من المعدودين في هذا الإطار وله إسهامات فكرية وتجديدية ما زالت موجودة حتى عصرنا الحديث هو الإمام ابن خلدون في مصر أرض المجددين يتمثل محور مشروعه التجديدي في إنشائه لعلم العمران الاجتماع البشري وفي إنشائه لعلم تحليل التاريخ وفي إنشائه لطريقة كتابة السيرة الذاتية التي يستفيد منها الخلق كرحلة في عقل من كتبها كان نقطة فارقة ومنشئة لعدة علوم فرحم الله ابن خلدون برحب بفضيلة العلامة العالم الجليل وسيد دكتور علي جمعة أهلا بكم مولانا أهلا ومرحبا بكم مرحبا صاحب الفضيلة اليوم سنتحدث عن العلامة ابن خلدون لو تحدثنا عن مشروعه التجديدي ومشروعه بالتأكيد كله تجديد ولكن مفاتيح هذا المشروع من وجهة نظر الفضل تكنت إيه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن ولاه ولد عبد الرحمن ابن خلدون رحمه الله تعالى في تونس وتخرج وكان أكبر من علمه ودرس عليه وقر عليه كان أباه ابن خلدون تولد في سنة سبعمية واحد وتلاتين سبعمية واحد وتلاتين وميت تمنمائة وتمانين حصلت حاجة في هذا القرن يعني تذكرنا بما نحن فيه الآن والحمد لله رب العالمين أن يصرف عنا الوباء والبلاء حدث في سنة تسعمية سبعمية تسعة واربعين سبعمية تسعة واربعين ما يسمى بالوباء الأعظم وساعتي سموه الوباء الأسود الأعظم وساعتي سموه الطاعون الأسود وده حصل في حوض البحر المتوسط كله يعني حدث في مصر حدث في تونس حدث في المغرب حدث في إيطاليا وكان سبب هذا الوباء بدأ من الهند جاءت بعض الفئران والفئران تحمل مرض الطاعون من المراكب اللي جاية تحمل البضائع لأوروبا من الهند انتشر الوباء بقسوة وبطريقة غيرت التركيب السكانية للمنطقة كلها فكانت هذه علامة فارقة ولما تروح عندنا وإحنا بندرس في علم الرجال والتاريخ وكذا ومنجد أنه يقول لك ومات في هذه السنة ويجيب لك الموتى من العلماء من القواد من المشهورين الكتاب الأدباء فيجيب مثلا عشر في سنة 749 مجلد يعني يقول عنه ابن حجر العسقلاني حاجة غريبة جدا يعني يقول ونقل الميراث في تسعة أبيات في يوم واحد يا خبر ربي يعني الورق كل تسعة بيت عملها تموت من متى بوت واحد يموت فتورسه مراته فتموت في نفس ذات اليوم فيورسها أخوها فيموت في نفس اليوم فتورسه مراته كده احنا بننتقل من عيلة العيلة 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 على حتة أرض معروسة هي فمراته لما تموت يورسها أبوها فيموت في نفس اليوم بهذا المعرفش أقول عليها إيه السرعة أو الشدة ففي سبعمية تسعة أربعين في الوباء الكبير مات أبوهم هناك في تولس بخالدون نعم احنا الكلام اللي احنا بنقوله بتاع ابن حجر في مصر مظبوط ولكن عم العالم وشوف بقى يعني الحمد لله احنا الكورونا وهي جاي بنقوله الحمد لله الحمد لله على انه ما هواش كده يعني ما هو بينتقلش الميراز في تسعة أبيات اه أو تسع عائلات في يوم واحد فالأمر ده مات فيه أيضا العلماء اللي كان بيدرس عليهم عندنا كم سنة دلوقتي احنا عندنا سبعتاشر تمنتاشر سنة ابن خلدون فاشتغل بالمناصب بقى لا روحكوا لعيش بقى مهما فيش علم خلاص الحكاية قفلت والعلماء ماتوا كثير منهم وحدث يعني نوع من أنواع الشعور بالغربة والوحدة وكده إلى آخره فراح اشتغل في الدواوين وكده وبعدين انتقل ابتدى بقى يعني تمشي فترة الوباء دي والأوباء عادة ما تكملش ثلاث سنين يعني ثلاث سنين وتنتهي فربنا يصرف عنا وباء كورونا ده وملحقاته وإن شاء الله احنا في السنة التالتة فنأمل في وجه ربنا إنه ينتهي ويرفع عن العالم إن شاء الله على ما جرت عليه سنن الله الكونيه اللي فراح ابتدى بقى يروح المغرب ويدرس وابتدى يروح الأندلس ويدرس وفي كل ده أظهر ذكاء كبيرا زهنه متقد محلل زهن من النوع اللي بيمسك الحاجة يحللها كده ويشوف أسبابها ونتائجها وعلاقتها مع الأشياء الأخرى وهكده اللي راح واتصل بقى بالحكام وتولى مناصب كتيرة واستشارات وكده إلى آخر وبعدين أراد أن ينسالخ من السياسة السياسة ساعات بتبقى ليها نفسية معينة إذا ما كنتش عندك النفسية دي أم تدائق منها ما تعرفش تكمل فحاول إن هو ينسحب من الأمور السياسية ويركز فيه الأمور العلمية ابن خلدون قال للسلطان أنا عايز أروح أحج طبعا دي كلمة ما يقدرش السلطان إن هو يعني يرهم على عدمها وكده لأنها متعلقة بركن من أركان الديان وجه مصر ونزل الأسكندرية وابتدى يتعلم على علماء مصر وابتدى الناس لما تسمعوا يلتف حوله الشباب لأنه كان عنده قدرة كبيرة في تبسيط العبارة وفي شرحها وفي التعمق فيها فالشباب يحب كده علشان يفهم لأنه بيوفر عليه كثير من السنين قام مشروع ابن خلدون أساسا حول التدريس فهو قام بالتدريس قياما جيدا يعني ولما جيه مصر جيه لوحده رايح الحج وبعد كده استدعى أهله زوجته وأولاده فغرقوا في السفينة قرب الأسكندرية قبل ما يدخلوا المياه بتاعتنا لكن يعني على ما همش هناك ده كانت هنا وحصلت على الصفة وكده فغرقت السفينة بمن فيها وافتقد أهله وقبل كده افتقد أبوه وامه في الطعون وافتقد مرة تانية أهله هنا ولما نزل القاهرة سحرته هذه المدينة يعني مدينة ساحرة في عبقها في معاملة أهلها وزحامهم وصحرهم بالليل يعني ايه منياب بن خلدون ومنياب بن بطوطة وكل ده واصفوا المدينة دي بأنها زحمة وبأنهم بيشتغلوا بالليل يعني صهرانين صهرانين بالليل فنازل عند المقريز المقريز استضافه في بيته وهو فقد طبعا زوجته وأولاده وكذا إلى خيره يعني براسه يعني لوحده يعني ابن خلدون اهتم نمرة واحد بالتدريس ونمرة اتنين بتوليد العلوم ايضا يبقى المشروع بتاعه التجديدي تمثله في هذا ايه بقى تجديد العلوم جاب لنا ايه بقى جديد علم العمران وسماه هو الاجتماع وساعات يقول الاجتماع البشري بعد كده لما جينا ان ترجم العبارات الانجليزية وكده لقينا ان كلمة علم الاجتماع ابن خلدون هو اول من استعملها للكلام على رواعد الاجتماع البشري نظب هو يقول عن نفسه انه لم يتعرض لذلك احد من الخليقة اول واحد على وجه الارض يتكلم اول واحد على وجه الارض يتكلم في قوانين الاجتماع البشري واضح المحنة اللي اتعرض لها المحنة والطعون كانت مؤثرة بالتالي يعني هو انا ارى يعني ان الذي كان مؤثر اكثر هو تركبته العقلية انه محلل ولذلك لما الف ديوان المبتدأ والعبر في ديوان المبتدأ والخبر اللي اكتف في التاريخ عمل له مقدمة المقدمة دي ما زالت تدرس في بعض محاضر الاكاديميات الى يومنا هذا تكلم فيها كمقدمة لكل شيء لكل العلوم وفي المقدمة دي تلخيص لمنهجه ومشروعه الاجتماعي طب انا استأذم فضلتك يعني نعرف ملامح المقدمة بما انها بتلخص من المشروع التجديدي لابن خلدون في الفاصل التاني ان شاء الله ان شاء الله اشكر فضلتك ارجوكم خليكم معا موسيقى وسط العديد من مقابر السعداء دفن ابن خلدون وان كان لم يضع اسمه على اي من المقابر الموجودة بالمنطقة لكن بعض المؤرخين اكدوا وجوده وسط هذه المقابر للصوفيين فهذا العالم الجليل الذي عاش حياته من اجل العلم واسس علم الاجتماع رغم انه ولد في تونس الا انه اراد ان يدفن في مصر وبالتحديد في القاهرة التي عاش بها اواخر حياته من شدة تعلقه وحبه لها وعلى الجانب الاخر يمكننا رؤية مسجد الحاكم بامر الله بعد ان تدخل من بوابة باب النصر العتيقة لتأخذك معها الى عالم مليء بالتاريخ والحكايات التي لم تمحها الاف السنين مرحب مرة اخرى بفضيلة العالم الجليل السيد دكتور عليكم اهلا بكم اهلا وسهلا بكم مرحبا فضول دكتور مقدمة ابن خلدون كيف لخصت هذا المشروع التنجيل؟ بتقول للناس لابد عليكم من الاهتمام بالعلم وان كل علم له مدخل ومفتاح وانكم تقرؤون مفتاح ذلك العلم في هذا الكتاب يعني كأنه كتاب يعلم بدايات العلوم هذه هي المقدمة قضية الثانية توليد علم اسمه علم العمران والاجتماع البشر قضية الثالثة هي انشاء منهج لم يكن موجودا من قبل وتطبيقه عمليا في التاريخ اسمه المنهج التحليلي فاذا هو ولد علما وانشاء منهجا ادي ده المشروع التجديدي بتاعه لما انشأ هذا المنهج منهج تحليلي منهج تاريخ لكن مش قراءة سردية سنة كذا حصل كذا وبعد انسنا لا قراءة تحليلي بمعنى هذا الحدث الذي حدث كيف يتواءم مع حدث آخر يمكن ان يتواءم عندما يكون هناك شيء في الخفاء لا ندركه الذي في الخفاء الذي لا ندركه ما هو ويبدأ يستنبط ويستخرج من الأحداث وجريانها وتوافقها فهما جديدا لا يفهمه من قرأ سردا من قرأ سردا خلاص ياخد باله من الحدث ده ومن الحدث ده لكن ما يعرفش يربط منهم ما يعرفش ايه اللي وراهم ما يعرفش ايه اللي هينتج عن هذا لكن المنهج التحليلي وصل بنا في تطوره وتعمقه الى ان احنا ممكن نقول وعلى ذلك فهذا الحدث لا يمكن ان يكون قد حدث ده في كذب هنا يبقى وصلنا الى ما يسمونه بالدراية مش فقط رواية لا ده احنا كمان بنعرف نقبل ونرفض ونقول ليحصل الكلام ده يبقى في اساس علمي يبقى ده ده عملية كونت علم وكونت منهج القضية الثالثة التي يعني انتجها ابن خلدون هي السيرة الذاتية فالسيرة الذاتية هو ألف عن نفسه سيرة ذاتية دي بنسميها بقى ايه رحلة في عقل فلان مش بيقول الاحداث ده بيقول اللي جواه كان ايه ايه اللي خلاه يعمل كده ايه اللي خلاه يسيب العلم ويدخل في الإدارة ايه اللي خلاه يسيب الإدارة ويدخل في العلم ايه اللي خلاه يسيب البلاد دية ويروح للبلاد دية ايه اللي خلاه يهتم بهذا الفكر او كيف كيف يخطر في باله قضية منهج التحليل او كيف يخطر في باله قضية توليد علم العمران والاجتماع البشري واضح ان كان ليه تأثير مش بس على مجتمعه او يعني علماء عصره ولكن كمان على علماء الغرب تشوف مثلا جان جاك روسو في فرنسا ايمانويل كونت مثلا بيتأثروا بيع علماء كتير سواء في الفلسفة سواء في الاجتماع البشري او الاجتماع بعد كده فشايف حركة ازاي مدى او سبب يعني اتزاع مدى تأثيره بهذا الشكل في كتب في التاريخ الاسلامي والعربي اثرت تأثيرا بريغا مباشرا معطرفا به من الشرق والغرب في الغرب منها القانون لابن سينة مثلا ترجم الى كل اللغات تقريبا ومنها مقدمة لابن خلدون وتأثر بها جدا كانت تأثر بها جان جاك روسو الفرنسي ايضا وجان جاك روسو كان علامة برضو فارقة في التربية الاستقلالية وفي عصر التنوير كونه لكن هو تأثر ومباشرة وباعتراف بابن خلدون ابن خلدون له تأثير ومشروعه التجديدي مشروع ما زال الى الان كان يمكن جعله ضم عناصر مشروع تجديدنا حول موقف ابن التراث موقف التحليلي اللي هيؤدي بنا الى اخذ المناهج موقف التوليد اللي هيؤدي بنا الى زيادة هذه المناهج بما يناسب العصر منها ادراك الواقع منها قدر العرفية والنموذج المعرفي اللي هو كان ابدع ما يكون عند ابن خلدون واضح ان ايضا كان متفق عليه حتى ما بين جمهرة علماء او اعلام الازهر الشريف في عصره يعني دايما كان بيلتقي بيوم زي ما ارينا يعني في الازهر الشريف في مناسبات عدة وكانوا منفتحين على العلوم الكتير اللي هو كان بيتقنها ابن خلدون كان هناك ما انا بقولك المقريزي وهو مؤرخ المصر خدوا في بيته لانه قالوا لا ده حاجة بقى ايه ده ما يتسبش واجلسه في بيته ضيفا هو ابن خلدون في طائفتين تعامل معهم طائفة اعترفوا بفضله وتنجذبوا اليه انجذابا شديدا يحدثوا غيرة عنده بعضهم لما العلماء والشباب وكذا الاخره يلتفوا حواليه ام ساعات في ناس بيت نفس اه ام يبقى يحاولوا انهم يسوأوا العلاقة بينه وبين السلطان عشان يصرفوا الناس عنه اه يصرفوا الناس عنه وكذا الاخر في جانب اخر مهم في ابن خلدون وهو ان يعني جريئا اه يعني كان يعني ما يقتنع به يقوله بغض النظر بقى عن ان الناس هتبقى معاه ولا مش هتبقى معاه دي قضية اه اه فعمل الحاجات دي هي اه و و و فلاقى معارضة ولاقى تأييدا اتذكر مثلا من المسائل اه حديث المهدي الوالدة في السنة انكرها وضعفها كلها ورد عليه العلمان بانك انت بتضعف ادور عن عشرين صحابي وقلف الشيخ احمد ابن الصديق كتابا اسماه ابراز الوهم المكنون من كلام ابن خلدون يعني عايز يبرز الوهم كتاب كبير طبعة في مصر اذا فهو بيلقى معارضة من اجل انه بيتمثل بما توصل اليه من رأي او من علم برك الله فيكم فضيلة الدكتور شكرين لفضيلاتكم اهلا وسهلا شكرا جزيلا مرحبا شكرا موصول لحضراتكم الى اللقاء من السلوكيات الخاطئة تعمد اهانة الزوجة والتقليل من شأنها سواء اكان ذلك في البيت او امام الناس لا يجوز ان تتعمد اهانة زوجتك والتقليل من شأنها ولا يجوز ان تضربها خاصة في المكتم ثقافتها هذا يجب ان يكون التعامل بين الرجل والمرأة على مستوى راق كما امرنا الله سبحانه وتعالى بالرحمة والود والحبيمية بين الزوجين تقوا الله فان خيركم خيركم لاهله اللهم يا ربنا علمك بحالنا يغني عن سؤالنا وانت تعلم الى ما آلت اليه الامور فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار وثبت الايمان في قلوبنا وحببه لنا وكره لنا الكفر والفسوق والعصيان انك على كل شيء قدير اللهم اجعل قلبي من القلوب السليمة الا من اتى الله بقلب سليم اشتركوا في القناة